بسم الله الرحمن الرحيم معكم المعلمة شيما سالم مدارس الوطن العربي للصف الثامن مادتنا الثقافة المالية درسنا اليوم ياتامن بتحدث عنا عن البنوك حكينا أفضل طريقة لحفاظ عنا على أموالنا والاحتفاظ بها كانت عنا البنك اليوم في درسنا راح نتعرف عنا على مراحل نشأة عنا البنك في أي سنة أسباب التي أدت عنا إلى نشته الخدمات التي يقدمها عنا الأفراد والعوامل التي تساعدنا في اختيار البنك المناسب لأنه كعملاء هلأ نشأة البنك أول شيء كانت عنا في الأردن عام 1925 الأسباب التي أدت عنا إلى نشأة البنوك كانت أول شيء حدوث فائد من النقود أي الفائد المعدني بالعملات النقدية مع التجار عن طريق التجارة بأنواحها تينين خوفا من الضياع أو السرقة وممكن نعتبر الحريق جزء منها هذا لما نقشنا في الحفاظ عنا على المال حكينا أنه أفضل سبب لوجود البنك أنه أنا بقدر أحافظ عليها من الضياع أو السرقة أو من الحريق ولم يكون عندي موجود فائد من الأموال معناته أنا بقدر أخزنها في مكان معين ويكون أمين فيها قاصات فيها أماكن مختزنة فيها أماكن كثير بتفيدني أني أنا أستفيد في تخزين الأموال بغض النظر كانت شكات كانت عملات نقدية كانت ودائع بغض النظر عنا عن ظروفها هلأ نيجي نتعرف يا تامن عنا على مراحل نشأت لبنوك أول مرحلة لنشأت لبنوك كانت كانت آتي كان الناس يقومون بإداع الفائد من النقود المعدنية كانت أيامية لسه نقودنا معدنية ما بنحكي لا عن شكات لا بنحكي عن ودائع لا بنحكي عن قروض ما بنحكي عن أي نوع من الأموال المختلفة حتى كعمارات كسيارات ولا أي شيء عند الصاغة أو السيارفة أو كبار التجار هذول كانوا بالنسبة لهم ناس معروفة لها وزنها في المجتمع الموجود فيهم ولكن هذول ناس أمناء مقابل إيش؟ مقابل أجر معين لهم وبناء عليه يعطى الصائغ أو التاجر إثباتا ورقيا بما في حوزته من مال معطى للمودع معناته أنا كتبت ورقة ما بيني وبين التاجر أو الصائغ بتبين المبلغ التي تم إيداعه عند هذا الصائغ أو التاجر باليوم والتاريخ الفلاني وحددته بحيث أنه أنا وقت ما أطلب فلوسي يعطيني إياها ولكن لازم أنا بدل هاي ما أتحطهم عنده لازم أعطيه بدلها أموال معينة بما معناه تسليم النقود لصاحبها شخصيا فقط يعني ما بينفع والله أخوي، ابني، أبوي يجي يسلمها بدالي هذه بس فقط للشخص الفردي اتطورت عنا المراحل صار في عنا فائض بالأموال الموجودة أو النقود المعدنية صار بدهم يستغلوها لعدة مراحل بالذات الناس اللي عندهم عدة مشاريع وعندهاش السيول يتكمل فيها فبلشوا يعملوا عنا على إقراضهم استغلال هذه الودائع العاطلة بإقراضها لمن يريد استثمارها مقابل إيش؟ حصولهم على فوائد أعلى من تلك التي كانوا يدفعونها هادي بلشوا فيها عنا يعطوهم أموال معينة بيقوموا عنا باستغلالها بيساعدوهم فيها المشاريع اللي بدهم إياها ثم يعودوا باسترجاع الأموال هذه مع الفوائد التي يأخذونها عليها ثالث شغلة بلشت تظهر عنا حكاية الكمبيالات والشكات كيف بلشوا يستخدموها؟ استخدام هذه الأوراق ما بين البائع والمشتري بدل المال بدل ما أعطيه فلوس بمبالغ زي الألوفات لا ببلش أعمله شك بمبلغ معين أنا بقدر أتعامل فيه معا بدل ما أحمل الأموال وخوفا منها تضيع أو تنسرق هلأ بلشت الأمور تتطور عنا صار ممكن أنا أكتب الشك هذا للشخص الموجود أمامي وثم أروح أعمله تجيير أو تظهير لشخص داني يقوم عنا على صرفه من هنا منيجي بنعتمد أنه اختيار البنك باعتمد عنا على عدة عوامل أول عامل بيكون عنا يا ثامن الموقع شو بهمنا الموقع؟ ليش بهمنا الموقع يكون عنا للبنك يكون مهم جدا أول شي عنا قربه من مكان السكن بالنسبة لي أنا كعميل ثاني شي مكان العمل بيسهل علي عنا بالقدمات اللي بدي يقدم لي إياها انتشار فروع له في مناطق مختلفة بالذات هذه بتهمني لما بيكون أنا بالليل بحاجة لأموال ومش عارف من وين بدي أجيبها فبطر أنزل لأي فرع قريب علي في مكان معروف وقريب جدا يكون على منزلي بطر أني أخذ الفلوس هذه من الصرفات الآلية التابعة لها إله عشان هيك إحنا بنحكي لازم يكون لكل بنك انتشار صرفات آلية تابعة له وتوفرها في أكثر من مكان تخدم عنا العملاء أو الزبائن بالنسبة له ساعات العمل ويقوم من خلال عمل هذه الفروع لساعات طويلة على فترات وقت الحاجة إلها كالفروع الموجودة بالمولات نضطر بالليل كثير أنه نطلع نجيب أغراض كثير وممكن أكون أنا في مول عمالي بتسوق الفلوس عندنا النقدي الموجودة معي ما كفت احتياجاتي بلاقي أنه موجود البنك إله عدة صرفات آلية ممكن موجودة ووقتهم طويل والفرع نفسه بيكون فاتح ممكن يبني بالأموال اللي أنا بحتاجها أو بحتاج قروض أو بحتاج عنها سيولي معينة أو بدي أعمل عدة أمور معينة إلي في هذا المول تالت شغل اللي هي بتكون عنا الرسوم إيش يعني الرسوم؟ هي رسوم يتقاضها البنك من العامية المقابل عدة خدمات يقدمها لهم من أهمها فتح الحساب، الشيكات، السحب والإداع اللي بيتم عنا الرسوم ممكن تكون عنا عبارة عن رسوم رمزية باتفاقك ما بينك وبين البنك هلأ بالنسبة للفائدة، الفائدة اللي تشمل نسبة الفائدة اللي يتقاضها بمقابل القروض دايما إحنا أغلب الفوائد بتكون عنا على القروض والقروض لها أنواع ممكن يكون شخصي، ممكن يشتسكني، ممكن لها سيارات من خلالها بيكون معاملات بيحدد لي نسبة الفائدة اللي بيعطيني إياها أو بيأخذها عفوا مني البنك على الأموال اللي أنا باقترضها منها في عنا مزايا خاصة ممكن تهم العملاء ولكن تختلف من شخص لشخص آخر بالنسبة له زي سمعة البنك الإيداع المباشر، الخدرات المصرفية عبر الإنترنت هاي بتخص الخطبات المصرفية بالذات الناس اللي بتسافر كتير بتعمل عنا على التحويل في العملات، بطاقات الايتمان المجانية الجوائز الشهرية ممكن زي لابنوك كتير من لاش نحكي هنا نحدد أسماء ابنوك معينة ولكن فيه جوائز كتير وسنوية وشهرية بيقدموها عنا للعملاء والزبائن بنيجي عنا الخدمات لابنوك للأفراد أول خدمة بقدمها إلنا البنك موجودة بكتابنا يا تامن تقريبا ما يقارب عشر خدمات إحنا أخذنا منها الأمور اللي بتهمنا بشكل كامل أول إشي فتح الحسابات البنكية بأنواعها المختلفة ثنين التحويل ويقوم بعدة طرق أول إشي تحويل الشيك من شخص لآخر أنا بقوم بتحويل عملية التجيير بحاوله من شخص لآخر تحويل عملة لأخرى في أثناء بيع وشراء العملات الأجنبية ممكن أنا بشتري دولار أمريكي بحاوله لجنيه أسترليني بقوم لعنا عملية هذه وأقلبها من لقيها لما بنسافر على العمرة بنسافر على تركيا بنروع عنا على السياحة على أي مكان بقوم بتحويل عنا من عملة لعملة أخرى بفرق العملات من بينهم قبول التحويلات باسم العميل من بنوك أخرى ممكن أحول من فرع لفرع آخر ثلاثة خدمات البطاقات وهي خدمات تمكن العميل من سحب النقود أو إداعها وغيرها زي بطاقة الـ ATM بطاقة الصرافة الآلي بطاقة البطاقة الذكية هذه كلية إحنا بستخدمها ممكن لدينا في عملية سحب الأموال والنقود أو البطاقات اللي إحنا بنشتري منها لما بيكون إحنا رايحين على أموال صناديق إداع الأمانات وهي صناديق يحفظ فيها العملاء أشياءهم المهمة أو الثمينة أنا بروح بحكي له بدي صندوق إداع ولكن هذا أنا بدفع عليه مقابل مبلغ معين من المال بحيث أنه أنا بختزن الأموال اللي عندي موجودة مثل إيش؟ عندنا مثل السندات أو معاملات الشركات المهمة أو الدهب أو مقابل مبلغ مالي معلوم لازم يكون هذا المبلغ محدد ما بيني وبينهم الثالث خامس شغلة عندنا اللي هي القروض من خلال إعطاء البنك مبلغ من المال لشراء منزل أو سيارة ويتفق مع العميل على آلية التزديد بيتفق البنك على آلية التزديد ممكن عندنا كل بنك له سياسة معينة في نسبة الفائدة في كيفية الفروق القروض عفواً اللي بيقدمها إلى وبتتلخص عندنا مهام البنك المركزي عفواً البنك كامل بشكل عام في ألقاته واحد تقديم القروض والتسهيلات والخدمات لجميع شرائح المجتمع تنين الإسهام في المشاريع عندنا الكبرى التي تخص عندنا المجالات التجارية والصناعية التي تخص عندنا البنية التحتية الأساسية ومن هون يا تامن من يجيب نحكي أنه البنك له عدة مهام حستنا الحصة الجاي راح نتعرف عندنا على مهام البنك المركزي نتحدث عنه بشكل كامل وموسع تامن لا تنسوا تحلوا أسئلة الدرس صفحة 58 وموفيين يعطيكم ألف عافية شكراً لكم